واحد من كل خمسة مستخدمين للانترنت في المملكة المتحدة هم من الاطفال لكنهم يستخدمون انترنت غير مصمم لهم وبعد جهود حثيثة من قبل العديد من المطالبين بحماية الاطفال من الانترنت وعلى رأسهم المخرجة عضو مجلس اللوردات البريطانية ببانك درون اقرى البرلمان والحكومة البريطانية اعتماد مدونة للممارسة القانونية لحماية بيانات مستخدم الانترنت الاقل من 18 عاما والذي سيدخل حيز التنفيذ في الثاني من سبتمبر المقبل المدونة عبارة عن مجموعة من 15 معيارا توفر حماية قانونية عند السماح للاطفال باستخدام الانترنت منها يجب ان تكون اعدادات الخصوصية عالية بشكل افتراضي وجمع الحد الادنى فقط من البيانات الشخصية والاحتفاظ بها ولا ينبغي مشاركة بيانات الاطفال وايقاف تشغيل خدمات تحديد الموقع الجغرافي افتراضيا وعدم استخدام تقنيات التنبيه لتشجيع الاطفال على تقديم بيانات شخصية او غير ضرورية او اضعاف اعدادات الخصوصية الخاصة بهم او ايقاف تشغيلها بالاضافة الى قضايا الرقابة الابوية لقد تحدثت الى اعضاء مؤسسين للانترنت والعالم الرقمي وكانوا فخورين بحقيقة ان رؤيتهم تتمثل في معاملة جميع المستخدمين على قدم المساوى وما فهمته ان هذا يشمل الاطفال ايضا لكن الاطفال لا يستطيعون التعامل مع عالم البلغين وهذا ما يعرضهم لمخاطر عنف واتصال غير مرغوب حتى تصل الى تسويق الاطفال وهذا غير مقبول يجب التعامل مع الاطفال بقدر عال من الخصوصية وتوفير مناخ للابداع على الانترنت تحدد المدونة الجديدة العقوبات التي ستواجه المخالفين لعدم الامتثال للائحة وقد تعارضهم لدفع مبلغ قد يصل الى 25 مليون دولار كما تعارض المخرجة البريطانية الخطط التي تقوم بها شركة فيسبوك لفتح تطبيق انستغرام للاطفال دون 13 من العمر اشتركوا في القناة